بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الاشر في المسألين معاكم احمد بشبيش من قناة تيكن وبسكول وان شاء الله النهاردة هنحل مشكلة رواتر TE data مشكلة الدخول على رواتر TE data طبعا في البداية ده شكل الروتر اللي هو ZTE اللي هو ZXHN H108N version 2.5 مشكلة الشباب والروتر ده لمعظم الناس اللي برمجته وبعدين بعد ما بيخلص البرمجة بيجي يدخل على الروتر عن طريق IP بتاعه اللي هو 192.168.1.1 في الغالب بيكتب admin وبعدين admin بعدين يجرب يدخل يطلع له رسالة خطأ ان فيه مشكلة في معلومات الدخول طيب من المفترض ان الدخول هنا عشان تدخل على اعدادات الروتر اما admin أو بتلاقي البيانات مكتوبة هنا بتلاقي في المنطقة ده كده مكتوبة هنا طيب في حالة الروتر الموجود مع العلم ان اتصلت بالشركة وملاني بيانات غلط طيب الحل يا شباب الحل ان البصورد موجود معنا على ظهر الروتر ولكن بشكل يعني ضمني مش واضح هنيجي هنا على الويلاند سيكورتي هتلاقي ده ايه من اول اربعة واحد زيرو اتنين تسعة بس هنا شباب المشكلة والناس وقعت فيها والحد الان في ناس بشاهدة تخش على الروتر ده بسبب مشكلة دي مشكلة شباب ان هنا الحروف بتكتب هنا مكتوبة لا انت بتكتبها لو طلعنا فوق هنا يا شباب في الدي اس ان هنا هبص يلاقي من اول الاتش شوف هتاخد هنا اربعة واحد زيرو اتنين تسعة هو هو نفس الرقم ده بس بتكتب الحروف بشكل بتكتب الحروف وتجرب تدخل على الروتر ان شاء الله هتلاقي اه طبعا ادمن والباسورد هتكتب من اول هنا كده او هتكتب الرقم ده كده بس تكتب الحروف كلها اي حرف قبلك تكتبه يعني اتش كابتر ربعين تمانية كي كابتر ربعين اربعة واحد زيرو اتنين تسعة وان شاء الله يا شباب هتلاقي المشكلة تحلت وقت تقدر تدخل على الروتر بدون اي مشكلة ان شاء الله عشان اقرب لكم شوية كده اه هنا يا شباب من اول اتش اه لحد الاخر او هتكتب الرقم اللي تحت خط زرق ده بالكامل بس التركاية ان المشكلة في الحروف تكون كابتل مش سمول وان شاء الله هكون اه قدرت اوصل المعلومة بشكل بسيط وهي معلومة بسيطة جدا ولكن بيتوقف ناس كتير ويعملها مشاكل الناس كتير اه لو المعلومة دي حسس انها ممكن تفيد اي حد اعمل شير للفيديو واشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة